متابعي القناة مرحبا بكم معنا في فيديو جديد ما تنسى اجدامنا بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس باشتسلكم كل الاخبار الجديدة والحصرية اعلن القياد في حركة النهضة الرياضي الشعيبي منذ قليل في تدوينه نشرها مساء الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 على مواقع التواصل الاجتماعي اعلن عن ايقاف رئيس الحركة بالنيابة منذ اللونيسي ونقله الى ثكنة الحراس الوطني بالعوينة ويذكر ان التسريبات الصوتية منسوبة لرئيس حركة النهضة بالنيابة منذ اللونيسي اثرت جدلا واسعا في صفحات التواصل الاجتماعي حيث نشرت الصحفية شهر زيد عكاشا تسديلا لجزء من محاذة هاتفية جمعتها بالونيسي في عالقة بالصراعات داخل حركة النهضة في المرحلة القادمة وما راجح حول تحالفات مع رجال اعمال نافذين من جهة السحل للتموقع مجددا في الخارطة السياسية في ذل ما تشهده تونس من تطورات وتغييرات سياسية منذ 25 جولي 2021 والمساعي للترشح للرئيسة وسارعات عدة شخصيات ورد ذكرها في التسديل انان في ما جاء فيها حيث نفى رئيس حركة النهضة بالنيابة منذ اللونيسي في تدوين على حسابه بالفيسبوك صحة هذا التسجيل المنسوب اليه مؤكدا انه مفبرك وانه محظف افتراء ومحاولة يئسى للإساءة للحركة حسب قوله اشتركوا في القناة